السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاللي كان متوفر عندي وقتها ولكن مؤخرا حصلت في السوق اللي هو زيت النيم اللي هو يصنع من شجرة النيم اللي هو يصنع من ثمر شجرة النيم شجرة النيم أكثر شيء يعني تكون متواجدة في الهند وهذه المنطقة من الغارة الأسيوية هني موطنها الأصلي طبعا نقلت إلى مناطق كثيرة من العالم زيت النيم لا فوايد كثيرة من الجلد والشعر يستخدم وكذا ففي لا استخدامات كثيرة ولكن نقطة مهمة أن بالنسبة للبشر وكثير من الحيوانات أنه لما نشرب من زيت النيم يكون سام بالنسبة للبشر فما نشرب منه فهذه خطورته ولكن من ناحية رش على النباتات وكذا كمبيد حشري يعتبر عضوي وبالعكس آمن وما في أي أضرار للبشر أو حتى للنباتات نفسها وصار لفترة أستخدمها الحين فلما تأكدت من فعاليته ومن استخدامه كمنتج أو كمبيد حشري قلت أتكلم عنه لأنه ما أبغي أتكلم معكم عن موضوع أنا شخصيا ما جردته ممكن أن أنا أشوف فيديو في اليوتيوب وأرد أن أقل لكم الرسالة وهذه أنا شيء ما أحب أسوي لأنه إذا أنا نقلت شيء معناته هذي شيء أنا جربته وأعطيكم من تجربة شخصية وأقدر أدافع عن الكلام اللي قلتها وأقدر أضرر الكلام اللي قلتها أما إذا أنقل نقل شفوي أو حرفي هذي يقلل من مصداقتي لكم فهذه الزيت النيم اللي حصلته اللي لاحظت أنه حسب طبعاً هذه إرشادات هذه المنتج يبقى أنه لازم نخلط فيه كمية من الصابون على أساس أنه يعطيه نوع اللزوجة ويلصق في الحشرات شوي ولكن قلال لكمية الصابون اللي أستخدمها بشكل كثير فأستخدم تقريباً اللي هو 5 ملي اللي هي 1 تي سبون 5 ملي مقابل كل لتر من زيت النيم وأيضاً 5 ملي اللي هو 1 تي سبون عفواً من الصابون في كل لتر ماي أخلطهم ورش النباتات على الحشرات وكذا في أيضاً طريقة ثانية نستخدم فيها النيم وراح أتكلم عنها وراح أبينها لكم لكن أول شي راح أخلط النيم في هذه العبوات الرش وراح أنرش بعض النباتات وراويكم طريقة الرش اللي ما تشاف الفيديو القديم وراح نتكلم عن الاستخدام الثاني لزيت النيم للحشرات اللي في تكون في الأرض أو في التربة هذه العبوة ترستها إلى لترين 2000 ملي اللي هي لترين وخلطت فيها مثل ما راويتكم النيم وكان من أساس فيها الصابون كنت زدتها قبل لأزيد النيم فمثل ما احنا جايفين هني عندي الحشرات اللي هي الايفيدز السودة أو البلاك ايفيد وألاحظ في بعض تحركات للنمل الأسود اللي أنا عرفت أنه هي قاعدة هي اللي تنقل الايفيدز وتحطها على النباتات لأنه مثل ما ذكرنا أنه النمل يتغذى على إفرازات الايفيدز والايفيدز تتغذى على النباتة فالنمل هو اللي قاعد يسبب لي هالمشكلة ولكن أنا أبغى أكافح المشكلة عموما فاللي راح أسويه أني أنا ضغطت النيم والصابون في الغرشة أو العبوة وابتدي أرش النبتة ولكن ضروري أنه أتأكدنا أرش من الأسفل لأن الحشرات عادة تكون في أسفل الأوراض فأتأكد بس أني أرش النبتة بشكل كامل من فوق ومن تحت وأتأكد أنه حتى الأغصان والساق أرشة على أساس تحركات النمل أقدر أقللها أتأكد أني رشيت النبتة كلها وأتأكد أني رشيت الساق والأوراق كلها من فوق ومن تحت على أساس بس أتأكد أني غضيت على الحشرات الموجودة والنمل اللي قاعد ينقل الحشرات ويعني عموما أي حشرات قاعدة تضر النبتة هذه العملية أسويها مرة في الأسبوع ورح أتكلم معكم لو لاحظت أن الحشرات ردت في نفس الأسبوع كيف أتعامل معها هالأرش همرة ثانية أم أنه أتعامل معها بطريقة ثانية بالنسبة لو أني رشيت النبتة مثلا في أول الأسبوع أو في نهاية الأسبوع وبعد ثلاث أربعة أيام لاحظت أن الحشرات ردت أرجعت هلأ أرش مرة ثانية ممكن أرش مرتين في الأسبوع ولكن أنا شخصيا ما أفضل أرش مرتين في الأسبوع لأن أخاف أتعب النبتة ففي طريقة ثانية أنا أستخدمها أني أستخدم اللي هو الرش الماي يعني عن طريق الرشاش هادي أو عبوة الرش نفسها أستخدم ماي خالي ماي فقط ولكن بضغط عالي اللي أسويه أني أمسك الغصن عساس ما ينكسر ومجرد برش الماي أزيل الحشرات من النبتة فهي بالماي راح تطيح طبعا هاي ما راح يبيدها ولكن اللي راح يصير أنها راح تطيح من النبتة وراح يساعد النبتة أن تخلصنا من الحشرات شوي راح يساعدها بدون ما يتعبها أننا نرشها بصابون كثير أو بنيم كثير مجرد أنه ممكن انتواتر يعني مرة نرش بنيم ولكن إذا خلال الأسبوع لاحظنا أنه في حشرات مرة ثانية قاعدة ترجع ممكن نرش بماي ونغسل الحشرات نطير الحشرات أو نزيل الحشرات برش من الماي على أساس ما نتعب النبتة وفي نفس الوقت أننا نقدر أن نزيل الحشرات في نفس الوقت فهذه الطريقة بالنسبة إلى أن التعامل في وسط ما بين المعالجة بالنيم أو الماي والصابون حسب التوافر اللي عندكم إذا رشيت مرة وخلال نفس الأسبوع لاحظت أن الحشرات بدأت ترجع ممكن أرش بالماء إما بعبوة الرش أو إذا عندي مثل هذه القطعة أركبها على الهوز عندي في البيت وأرش بها على أساس أنه أغسل الحشرات وأزيلها على النبتة الحين راح نتكلم أيضا عن الحشرات اللي ممكن تكون عندي في الأرض فكيف أتعامل واستخدم النيم حق الحشرات اللي عندي ممكن تكون في الأرض بالنسبة إلى إذا أنا لاحظت أن عندي حشرات داخل التربة مثلا من الفانجس ناتس أو بعض الدود اللي في التربة أنا ما أتكلم عن الدود المفيد في الأرض اللي هي دودة الأرض لا أنا أتكلم عن يرقات الخنافس وكذا اللي تكون بيضة وبحجم كبير وتكون سميكة اللي في الخليج نسميها العقور اللي تاكل جذور النبتة وتذبح النبتة بدون ما نحس بالذات اللي عنده يعني اللي إحنا عندنا يعني يسمونا الحشيش ولكن ليس الحشيش اللي في بالكم ولكن اللي عنده مثل يعني زارع مغطي مساحات بحشيش وكذا فالعقور يستوي تحت الحشيش أو يعني يتكاثر تحت الحشيش فياكل الحشيش بشكل كبير وياكل العروج يتغذى على العروج فأنا كيف ممكن أعالج الحشرات اللي عندي في الأتربة أو في الأرض الحل البسيط ممكن أخذ زيلة وأعرف قياس الزيلة مثلا لو قلت هذه الزيلة خلنا نقول خمسة لتر خمسة لتر فمعنات راح أضيف خمس ملاعق من النيم حسب الإرشادات خمس ملاعق من النيم لأنه خمس لتر كل لتر ملعقة واحدة طبعا نتبع إرشادات المنتج اللي نشتري يعني هذي إرشادات هذي المنتج ولكن إذا إحنا استخدمنا منتج ثاني بعد زيت نيم ممكن النسب تتراوح يعني ولكن الفكرة اللي أبوصلها أنا نخلط الزيت مع الماي في زيلة بالكمية المذكورة حسب المنتج ونصبها في التربة نفسها يعني نصبها كلها ككمية واحدة على أساس النيم نفسها يتشرب ويقضي على الحشرات المضرة هنا نقطة مهمة أحب أذكرها لأنه أنا متأكد أن فيه ناس راح تسألها السؤال هل النيم يقتل كل الحشرات؟ لا النيم آمن للحشرات المفيدة مثلا الفراشات، دودة الأرض يعني لو مثلا قلنا العصافير اللي ممكن تكون في الحديقة أو الثديات عندي في البيت أو كذا النيم ما يضر هذه الكائنات النيم يعني راح يقضي على الحشرات الضارة ولكن في حشرات ممكن تتأثر في حشرات مفيدة ولكن ممكن تتأثر مثلا لو قلنا العناكب نعم العناكب ممكن تتأثر بالنيم فالنقطة الأخيرة اللي حاب أذكرها لكم أن أنا أول ما جربت النيم صارت عندي حالة يعني تجربة جربتها اللي كان عندي في الحديقة اللي هي الصراصير أنا ما أتكلم عن الصراصير اللي تطلع داخل البيت وكذا لا أنا أتكلم عن الصراصير اللي نسمع صوتها في الليل طلع علي نوع يديد في الحديقة اللي هو تقريبا طولة ثنينة إنش أو ثنينة بوصة حجمه كبير لونه أسود هذي ما قط شفتها عندي في الحديقة ما قط شفت منه فكان عندي الرش مال النيم وجربت عليها رشيتها وخلال ثلاثين ثانية ماتت فالنيم جدا فعال وآمن كمبيد حشري واللي حاب أنه يحافظ على زراعة أنه تكون عضوية النيم يعتبر مبيد حشري عضوي وما في أي مشكلة أنه يستخدم كمبيد حشري عضوي في الحديقة ولو أنه في صابون ما في أي مشكلة يعتبر عضوي وما يضر يعني نقطة اللي بعض الناس يقول لك إنه فيه ناس اطرحت هالنقطة إنه الصابون مصنوع من مواد كيميائية طيب إذا أنا عندي مشكلة إنه الصابون مصنوع من مواد كيميائية أ Этот قاعد أغسل فيه للصحون اللي أكل فيها فيعني وين المشكلة يعني إذا أنا هل قد بالنسبة لي الصابون سوم إذا لازم ما استخدمه في البيت أبدا يعني إذا هو هل قد خطير إذن لازم ما استخدمه في البيت فنكون يعني خلنا نقول معتدلين في الطارح ما نتعصب لفكرة أن كل المواد الكيموية مضرة طيب في أدوية مصنوعة من مواد الكيموية هل نمتنع عن الأدوية؟ هل كل المواد الكيموية مضرة؟ فالمفروض أن نكون شوي معتدلين في فكرنا أو في توجهنا أو نظراتنا إلى بعض الأمور بالذات المزارعين اللي يحبون الزراعة العضوية نحاولنا ننزل الأمور بشكل أحسن فهذه بالنسبة لي خطوة يديدة على أو تطوير لموضوع قديم في رحناء اللي هو مكافحة الحشرات في الحديقة فمثل ما ذكرت هذه نقدر نرش على النباتات أو نصبها في الأرض على أساس أن نقضي على الحشرات اللي في التربة اللي قاعدة تؤثر لي على النباتات وهو آمن جدا وعضوي اللي هو زيت النيم فأتمنى أن استفدتم من هذه الحلقة وإذا في عندكم أي سؤال أو أي استفسار بخصوص النيم أو مكافحة الحشرات عموما أو أي موضوع ثاني ممكن تتركونا في قسم التعليقات وإن شاء الله رح أحاول أجاوب أسئلتكم بسرعة وقت ممكن وأشوفكم في الفيديو اللي قاعدة في أماننا ترجمة نانسي قنقر